اشتركوا في القناة من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان كلامنا في تفسير آية الرحمن على العرش استوى في الحلقة الماضية ذكرنا بعض الأحاديث الشريفة في تفسير هذه الآية وبيان معناها في حلقة هذا اليوم نذكر حديثا آخر وهو آخر الأحاديث التي ذكرها الكوليني رضوان الله تعالى عليه في تفسير هذه الآية وفي رواية أخرى من زعم أن الله من شيء فقد جعله محدثا ومن زعم أنه في شيء فقد جعله محصورا ومن زعم أنه على شيء فقد جعله محمولا هذه ثلاث مقاطع في هذا الحديث الشريف وفيها رد على المجسمة الذين يجسمون الله سبحانه وتعالى فيزعمون أن جلوسه حقيقي على العرش ويزعمون أنه ينزل بنزول حقيقي إلى السماء الدنيا وكذلك رد على بعض أصحاب الديانات الباطلة التي تزعم أن الله سبحانه وتعالى تركب من أشياء والعياذ بالله من هذه المزاعم الفاسدة فالإمام باختصار يشير إلى الأدلة العقلية على بطلان هذه المزاعم إذا أنت تزعم بأن الله سبحانه وتعالى مركب ومن المعلوم أن المركب يتركب من أشياء مختلفة فهذه الأشياء المختلفة تسبقه وجوداً معنى ذلك أنه لم يكن ثم كان يعني مثلاً أنت تلاحظ الإنسان الإنسان مركب من عناصر مختلفة العلم الحديث وعلم التشريح والطب بيّن العناصر التي يتكون منها جسم الإنسان اكتشفها من الماء والحديد وكذا 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 هذه تركب هذا الجسم هذه المواد كانت موجودة في الأرض قبل أن يوجد هذا الإنسان هذه المواد انتقلت إلى المأكولات النباتات اجتذبت هذه المواد من الأرض أو بعمليات كيميائية أنتجت النباتات هذه المواد أو بعض هذه المواد ثم الآب الأم أكل هذه النباتات أو أكل لحم الحيوان الذي أكل من هذه النباتات فتحولت هذه العناصر إلى نطفة وهذه النطفة نمت في بطن الأم وولد هذا الإنسان فإذن هذه العناصر هي قابل هذا الإنسان فإذا واحد من الكفار من الوثنيين من أصحاب النحل والعقائد الباطلة والفاسدة زعم أن الله من شيء والعياذ بالله من هذا الزعم معنى ذلك أنه لم يكن ثم كان لأن الأجزاء التي يتركب منها المركب هي تسبقه وجودا وتسبقه رتبة فإذن من زعم أن الله من شيء فقد جعله محدثا يعني لم يكن ثم كان زين إذا لم يكن ثم كان ببداهة العقل المعلول بدون علة لا يتحقق فلا بد أن يكون هناك شيء أو شخص أخرجه من العدم إلى الوجود فإذا كان هناك آخر أخرج هذا من العدم إلى الوجود فهذا ليس هو إله وإنما يكون ذاك الذي خلق هذا هو الإله هذا بالنسبة إلى المقطع الأول وأما المقطع الثاني ومن زعم أنه من شيء فقد أنه في شيء فقد جعله محصورا إذا واحد يزعم أن الله سبحانه وتعالى ينزل نزولا حقيقيا إلى السماء الأولى زين السماء الأولى محصورة لها حدود تنتهي بتلك الحدود تبدأ السماء الثانية والسماء الثانية أيضا محدودة بحدود تنتهي عن تلك الحدود تبدأ السماء الثالثة وهكذا إلى السماء السابعة بس إذا قلنا هذه السماوات السابعة يراد بها المدارات التي تتشكل منها الكواكب في المنظومة الشمسية كما يحتمله البعض فهذه الحصر واضح جدا البعض الآخر يقول كل ما نراه من نجوم هذه كلها في السماء الأولى والسماء الثانية هذه سماء لم يصل إليها العلم لحد الآن لأن كل ما نراه من نجوم حتى التي تبتعد عنها بمليارات السنوات الضوئية والمجرات الكثيرة هذه كلها من السماء الأولى على كل حال محصورة لها حدود إذا قلنا سماء الأولى إضافة إلى المحاذير الأخرى المحصورة 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 يعني 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 بأن الله سبحانه وتعالى جالس جلوسا حقيقيا على العرش يفسرون الاستواء في الرحمن على العرش استواء بالجلوس الحقيقي قد ذكرنا في الحلقة الماضية بطلان هذا الزعم لأن كلمة الاستواء لها معاني مختلفة إذا هو جالس جلوس حقيقي على العرش العرش محمول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ثمانية من الملائكة يحملون العرش فإذا هو جالس جلوس حقيقي على العرش معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله من هذا الكلام يكون محمولا وهذا باطل لأن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى خلقه يعني الملائكة يحتاج إليهم لكي يحملوه مثلا يحتاج إلى العرش لكي يحمله فلذا هذه العقيدة الفاسدة التي نشأت من الابتعاد عن الثقل الأصغر أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وتفسير الثقل الأكبر الذي هو القرآن بالإسرائيليات هذا سبب أن يكون هناك تجسيم وهذا التجسيم الله سبحانه وتعالى منزه منه وما قدر الله حق قدره هذا كان تتم لتفسير آية الرحمن على العرش استوى أما آية أخرى الكليني رضوان الله تعالى عليه يذكرها في هذا الباب يعني باب الحركة والانتقال في تفسير هذه الآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله في سورة الزخرف الآية 84 وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله معنى الآية واضح يعني الله سبحانه وتعالى كما أنه معبود في السماوات كذلك معبود في الأراضين الملائكة الذين هم في السماء يعبدون الله سبحانه وتعالى بس كيفية عبادتهم تختلف عن كيفية عبادة الإنسان هناك لهم طواف حول العرش هذا نوع من عبادتهم لهم تسبيح لهم امتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك فالذين في السماء يعبدون الله سبحانه وتعالى ولا معبود في السماء سوى الله عز وجل وأما في الأرض فالذي يحق عبادته هو الله سبحانه وتعالى والمؤمنون يعبدون الله سبحانه وتعالى صحيح كثير من الكفار وحتى بعض المسلمين يعبدون غير الله ولكن هذا من غير استحقاق لذلك البعض وهذه الآية كأنها رد على بعض مزاعم بعض الوثنيين مثلا فرعون هو كان يعبد آلهة في السماء في آية قرآنية تقول وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ ففرعون كانت له آلهة وحتى الحفريات في مصر في الأهرام وغير الأهرام أثبتت أن الفراعنة كانوا يعبدون آلهة سماوية لكن فرعون ماذا كان يقول يقول تلك آلهة في السماء فأنا أعبدها وكان يقول فرعون أنه هو إله في الأرض أنا ربكم الأعلى كان يعتقد بأنه إله لأهل مصر فأهل مصر يعبدونه وهو يعبد آلهة في السماء فهكذا كانت بعض المزاعم الوثنية فهذه الآية كأنها في رد هؤلاء وغيرهم أن المعبود واحد سواء في السماء أو في الأرض الملائكة يعبدون الله سبحانه وتعالى وأهل الأرض يجب أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى فإذا عبدوا غير الله فهذه مخالفة والله سبحانه وتعالى يعاقبهم أشد العقاب ليس الإنسان فقط هو الذي يعبد الله سبحانه وتعالى حتى الحيوانات الحيوانات في غريزتها في فطرتها يوجد تعلم بأن هناك لها خالق لكنها لا تتصور هذا الخالق كالبشر الذين يجسمون ويصنعون الأصنام المختلفة مثلا كأنها صورة لربهم الحيوانات ليسوا هكذا وروي أنه في حديث أن النملة لو تصورت ربها لتصورت له مثلا قرنان لو هي لا تتصور لكن إذا كانت كالإنسان تتصور كانت تعتبر القرنان كمال لها فتتصور أنها كمال لله سبحانه وتعالى الحيوانات أيضا لا تتصور ربها لكن تعلم بوجود رب لها لكن الله سبحانه وتعالى لم يكلفها بالعبادات لأنه لم يعطيها العقل والتكليف بالعبادات فرع العقل لكن أعطى الإنسان هذا العقل وكلفه أن يأخذ من النبع الصافية لكن كثير من الناس أخذوا من الشرق ومن الغرب شرقوا وغربوا ولم يصلوا إلى الحقيقة فتصوروا كل ما هو كمال لهم تصوروا أنه كمال لله لذلك أنت إذا رأيت الأصنام الآن توجد في المتاحف آلهة وأصنام هذه الآلهة والأصنام عادة صورت بشكل إنسان وأحيانا بشكل حيوانات لماذا يصورونها بشكل إنسان؟ يتصورون الآهل لها هكذا لأنه يرى أن هذا الشكل كمال للإنسان فيتصور أنه كمال لله هذا كمال للإنسان الذي هو جسم والجسم نقص في الخالق الله منزه عن الجسمية لذلك منزه عن هذه الأعضاء التي للإنسان فإذن المعبود في السماء وفي الأرض هو واحد هذه الآية هكذا تقول هناك كان ملحد أو ثنوي باسم أبو شاكر الديصاني هذا الرجل رأى هشام ابن الحكم فأشكل عليه إشكال أذكرنا فيما مضى أن هشام ابن الحكم في بداية أمره كان من المخالفين وكان من المجسمة لأن كثير من المخالفين هم من المجسمة إلى أن التقى بالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام فاحتدى بيده كما أن كثير من الصحابة كانوا مشركين فلما التقوا برسول الله محمد صلى الله عليه وآله آمنوا البعض نافق والبعض حسن إسلامه وحسن إيمانه فكما أن أولئك تعلموا وبالتدريج من الرسول صلى الله عليه وآله العقائد والأحكام كذلك أصحاب الأئمة الذين كانوا بالأساس من المخالفين ثم استبصروا واهتدوا هؤلاء أيضا بالتدريج تعلموا من الأئمة عليهم الصلاة والسلام الأحكام إلى أن وصل الأمر بهشام بن الحكم من واحد من مخالف لا يعتقد بإمامة الأئمة مجسم بعد الالتقاء بالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام صار إماميا تمسك بالثقلين وأيضا الإمام علمه كانت له القابلية إلى أن وصل إلى رتبة كبيرة في المعرفة وعلم الكلام فكان يناظر ولم يتمكنوا من أن يغلبوا في المناظرة لكن في بداية أمره كان يحتاج إلى أن يتعلم من الإمام فكلما كان يستمع شبهة إذا تمكن من جوابها كان يجاوب عنها إذا لم يكن يتمكن من جوابها باعتباره في بداية أمره كان يستمهل فيلتقي بالإمام عليه الصلاة والسلام ويتعلم منه من جملة هذه القضية أبو شاكر الديصاني التقى بهشام بن الحكم يظهر من هذا الحديث أن الرجل كان ثنويا أو كان ملحدا لأنه فيما مضى صار ذكر لرجل اسمه عبد الله الديصاني ذاك كان ملحد بالأساس لعله هو أو غيره لا ندري على كل حال المهم أنه في هذه القضية يتبين منها أن أبو شاكر الديصاني كان إما ثنويا أو إذا كان ملحد يطرح شبهة لأنه بعض الأحيان واحد لا يعتقد بدين ولكن يطرح شبهة في ذلك الدين بما لا يعتقد هو أيضا يريد تخريب ذلك الدين يمكن أبو شاكر في هذا الحديث هو ملحد أصلا لا يعتقد بالخالق ولكن يأتي ويطرح هذا الإشكال أنتم تقولون بالتوحيد لكن هذه الآية في القرآن حسب زعمه تدل على إلهين اثنين وكأنه قرأ الآية هكذا وهو الذي في السماء إله وقف الله في السماء إله وتوحم أن هذه الواو والسناف وفي الأرض إله حسب توحمه يعني إله آخر مع أن الآية ليست هكذا الواو عاطفة وهو الذي في السماء إله وهو في الأرض إله يعني هو في الأرض إله كما هو في السماء إله كذلك هو في الأرض إله زين هشام بالحكم كأنه في بداية أمره لم يدري جواب هذا الكلام وهذه الشبهة فاستمهل عندما حج التقى بالإمام عليه الصلاة والسلام فالإمام جواب جواب هذا الجواب إقناعي بعض الأحيان واحد يطرح شبهة الجواب الحقيقي لتلك الشبهة قد لا يدركها أنت تريد الجاوبة شوف مستوى مستوى متدني لا يفهم الجواب أو المستمعين مستوىهم مستوى متدني لا يفهمون الجواب لأن بعض الأجوبة تحتاج إلى مقدمات نظرية دقيقة جدا ولا يلتفت إلى تلك المقدمات النظرية كثير من الناس أو لا يعلمونها فأنت تريد تعلمهم تلك المقدمات إلى أن توصل إلى الجواب الذي يبتنى على تلك المقدمات هذا أمر يحتاج إلى تخصص في بعض الأحيان فهنا يأتي دور الأجوبة الإقناعية يعني الجاوبة جواب تقنعه ولو أن ذلك الجواب هو إشارة إلى الجواب الواقعي أو بعض الأحيان تذكر له جواب نقضي هو الجواب النقضي ما يحل الإشكال لكن يسكت الطرف المقابل لأنه يوسع الإشكال في مورده ولا يتمكن من الالتزام به فهنا الإمام عليه الصلاة والسلام عندما التقى به يشام ابن الحكم في الحج كان يمكن أن يذكر أن إله هنا بمعنى المعبود والوا وعاطفة يعني الله في السماء معبود كما أنه في الأرض أيضا معبود لكن انتقل إلى جواب هذا الجواب إقناعي ماذا ذكر الإمام؟ ذكر أنت يا أبا شاكر ما اسمك في البصرة فلان أدي صاني؟ زين ما اسمك في الكوفة نفس الاسم فلان أدي صاني؟ زين أنت صرت اثنين؟ باعتبار أن تسمى في البصرة بأبي شاكر الدي صاني وتسمى في الكوفة بأبي شاكر الدي صاني يعني إذا قلنا هكذا أنت في البصرة أبو شاكر وأنت في الكوفة أبو شاكر هل صرت اثنين؟ كلا الله سبحانه وتعالى اسمه في السماء واسمه في الأرض هو واحد كما في السماء هو إله كذلك في الأرض هو إله فإذن هذا لا يستلزم التعدد إذا أهل السماء خاطبوه بالإله وأهل الأرض خاطبوه بالإله هذا لا يسبب تعدد الله سبحانه وتعالى لأن هذه الأسامي هي مشيرة إلى الذات المقدسة فهنا الإمام هكذا يقول فخبرت أبا عبد الله عليه السلام يعني حشام بن الحكم يقول أخبرت الإمام بهذه الشبهة فقال هذا كلامه زنديق خبيف كلمة الزنديق هي بالأصل تعريب لكلمة زند زند كان مذهب في الفرس وهذا المذهب يبتنى على الإلحاد فالمنتسب إلى هذا المذهب كان يسمى زندي يعني ملحد فالعرب عربوا هذه الكلمة بإضافة القاف تبديل القاف أيضا قد تستعمل في التعريب فالزندي صار زنديق مع تغيير بالهيئة والحركات فأصل كلمة الزنديق بمعنى الملحد هو رجل ملحد هذا أبو شاكر أدي صاني لماذا ذكر هذه الآية يقول هذه الآية تدل على إلهين اثنين كأنه هذا وثني لا يريد يخبث صحيح ولا يعتقد لا بإلهين اثنين ولا بإله واحد لا يعتقد هكذا لكن يقول أنت الذي تعتقد بإله واحد كتابك يدل على إلهين فهو زنديق ملحد لكن هذه الشبهة بخبث ذيط رحة مو يريد ينتصر لمذهبه وإنما يريد يخرب لأن بعض الأحيان واحد يريد ينتصر لمذهبه يستدل بكتب الخاصم بمذهبه بعض الأحيان يخبث يريد أنت يشككك في دينك الآن توجد ظاهرة ظاهرة التشكيك هناك بعض الملاحدة وخاصة الذين يستقون من الغرب والشارق هذا يطرح شبهة في أي آية من آيات القرآن هو سواء يعتقد بالشبهة أو لا يعتقد بالشبهة ليس يريد فقط انتصار لما يعتقد يريد يخربك يدري أنت ما راح تتبعه أنت ما راح تصير ملحد مثله لكن يريد يشككك في دينك في دينك كما كان يفعله أيضا أهل الكتاب المعاصرين للرسول صلى الله عليه وآله يستعملون الأساليب الخبيثة لتشكيك الناس بدينهم من جملة الأساليب ما ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن أن هؤلاء كانوا يعتون هكذا يقولون اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وآله في وجه النهار يعني أول الصبح وأسلموا زيان أسلم صورة مسلم وتشترك مع المسلمين في صلاتهم وكذا وتسر المسلمين لكن في آخر النهار قل لا ثبت لنا أن هذا الدين باطل فهذه الطريقة طريقة خبيثة لأنه أنت عندما تقول هذا الدين باطل من الأول يقول زيان أنت من أهل الكتاب ضد هذا الدين ما تقبله لكن أنت تريد أن تثبت أنه أنا منصف لا لذا دخلت في هذا الدين هذا إنصافي كان عندما دخلت في هذا الدين تبين لي بطلانة فارتدت عنه فالآية أشارت إلى هذا الأسلوب وهذا من الأساليب الخبيثة بعض الأحيان واحد يناظر مناظرة لا خبثة فيها لبيان الحق فإذا يطرح إشكال أو سؤال أو يستدل بدليل هذا لا يستعمل الأساليب الملتوية هذا الإنسان قابل للهداية لأنه يبحث عن الحق لكن أكو بعض الأحيان أشخاص لا بخبث يدخلون هذا مقابل للهداية أنه بالأساس جاي للتخريب لا لم يأتي للإستفهام والتعالي وإنما جاي للتعنت إذا الإمام قال هذا كلام زنديق خبيث إذا رجعت إليه فقل له جواب الإقناعي ما اسمك بالكوفة فيقول فلان فقل له ما اسمك بالبصرة فيقول فلان نفس الإسم الإنسان عادتان غير بعض مثلا الأشخاص الذين لجهة من الجهات يغيرون أساميهم في المناطق المختلفة غالبا الإنسان في كل مكان اسمه واحد هذا اسمه زيد في أي مكان يذهب اسمه زيد زين أنت اسمك في البصرة زيد وفي الكوفة زيد زين هو هذا الشخص أبو شاكر أنت في البصرة أبو شاكر وفي الكوفة أبو شاكر هل صرت اثنين أنت له أنت واحد أنت واحد الله سبحانه وتعالى اسمه في السماء إله واسمه في الأرض إله هذا لا يسبب أن يتحول إلى اثنين فإنه يقول فلان فقل كذلك الله ربنا يعني إذا نودي باسمه هذا لا يسبب تعدده لأن الآن عندنا مساجد بالملايين في الكرة الأرضية هذه في كل يوم يرفعون نداءهم بالله أكبر زين هذا سبب أنه المسمى يصير متعدد لا مسمى واحد هو الله سبحانه وتعالى وقد مر سابقا أن تعدد الأسماء لا يسبب تعدد المسمى لأن الاسم غير المسمى الاسم علامة على المسمى إشارة إلى المسمى فقل كذلك الله ربنا في السماء إله وفي الأرض إله بعدين الإمام أضاف وفي البحار إله وفي القفار إله القفار يعني الصحراء الجرداء وفي القفار إله وفي كل مكان إله لأنه معبود في كل مكان وكل مكان ينادونه بالله وبالإله قال حشام بن الحكم يقول فقدمته يعني رجعته من الحج فأتيت أبا شاكر فأخبرته وقال جواب كلامك فقال هذه نقلت من الحجاز لأنه ظاهر كما ذكرنا في بداية أمر حشام بن الحكم فهذا عرف أن هذا الجواب جواب خرج من معدنه وين المعدن؟ الحجاز من أهل بيت النبوة عليهم الصلاة والسلام أو كان يعلم بأنه ذهب إلى الحج فعلم أن الجواب قدم معه من هناك إلى هنا ينتهي باب الحركة والانتقال فحاصل الباب أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم فلذا لا حركة فيه لا سكون فيه لأن الحركة والسكون ترتبط بالمكان الحركة المكان الوجود في المكان الثاني في الزمان الثاني بعد أن كان في المكان الأول في الزمان الأول السكون البقاء في المكان الثاني في الزمان الثاني كما كان في نفس المكان في الزمان الأول هذا يحتاج إلى شخص أو شيء يكون في المكان والله خالق المكان فلذلك الحركة والسكون مستحيلة في حقه لأنها تستلزم الوجود في المكان وكذلك الله سبحانه وتعالى ليس بمحدود فالنزول إلى السماء الأولى لا معنى له بالمعنى الحقيقي وكذلك الجلوس على العرش بالمعنى الحقيقي هذا مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى وإنما المجسمة الذين أخذوا عقائدهم من اليهود وغير اليهود هؤلاء تمسكوا بالآيات المتشابهة وتركوا الآيات المحكمة كما مر تفصله ذلك بعد هذا الباب ننتقل إلى باب العرش والكرسي إن شاء الله في الحلقة القادمة نذكر الأحاديث المرتبطة بذلك الباب هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة